الأزمة الخليجية على صفحة وكالة الأنباء القطرية وتتضمن هذه التصريحات بيانات تتعلق بإيران وحماس وجماعة الإخوان للمسلمين بطريقة أثارت غضب السعودية لم يمضي وقت طويل حتى سارعت الوكالة القطرية الرسمية إلى نفي التصريحات والإعلان عن تعرض صفحتها لاختراق تم على أساسه فبركة هذه التصريحات ونسبتها إلى أمير البلاد إلا أن هذا النفي لم يكن كافيا لدى السعودية ومعها الإمارات والبحرين لإخماد شرارة خلاف بدأ بالتعقيد أكثر فأكثر وتجلى على شكل قطع العلاقات الدبلوماسية والملاحة مع قطر قطع مشروط للعلاقات يرفع وتنتهي الأزمة في حال نفذت قطر عدة شروط تتعلق بخطها الإعلامي وعلاقتها مع التيارات الإسلامية إضافة إلى شروط تتعلق بسياستها الخارجية مع الدول الإقليمية رفضت قطر تلك الشروط فدخلت الأزمة في مرحلة معقدة دافعت عدة دول عربية وأجنبية وعلى رأسها الكويت للتدخل لفض النزاع وإنهاء الأزمة التي لاقت استياء عربيا على المستوى الشعبي والمؤسساتي بسبب ما تحمله من مخاطر على الأمة بشكل عام في ظل تحديات الواقع الراهن والمنعطفات الخطيرة التي تمر بها البلاد العربية هيئات ومنظمات إسلامية عدة ومن بينها هيئة علماء المسلمين في العراق سارعت إلى دعوة أطراف الأزمة لإنهائها بشكل ودي ووجهت من أجل ذلك رسائل أخوية إلى قيادات مجلس التعاون الخليجي الذي ترى في تماسكه مصلحة للأمة جمعا ترجمة نانسي قنقر